ما بط كم من السبعة ونصف مليار دولار يا أشرف؟ ده السؤال اللي بقى لي تسع شهور تقريباً بتسئله من أصحابي ومن مجموعة من المتابعين الأعزائي طب إيه مناسبة السؤال غريب الأطوار ده؟ مفيش يا سيدي كل الحكاية هي إن شركة ألفابيت اللي هي الشركة المالكة لليوتوب انسحبت من لسانها وقالت في فبراير اللي فات إن إعلانات اليوتوب بتدخلها حوالي 15 مليار دولار في السنة فالمحللين قالوا بما إن الشركة بتنصص فلوس الإعلانات مع صناع المحتوى اللي زي حالاتي فده معناه إن صناع المحتوى بيعقشوا من اليوتوب 7.5 مليار دولار على الأقل كل سنة وفيه ناس عاوزة تعرف أنا كان نصيب كام من الميغة دي وأنا بصراحة مكدبش عليكم طول عمري ما بحبش اللقمة المبسوص فيها لأنها بتوجع لي بطن لكن في نفس الوقت قلت ليلا ليه ما اتكلمش معاكم عن القصة دي بكل شفافية وبالمرة أعرفكو كواليس حوار اليوتوب ده فيه ناس مثلا عاوزة تعرف هو اليوتوب ده بيأكل عيش يعني هل ممكن يفتح بيت وكده وهل بيجيب فلوس كتير لدرجة تخليك قادر تشتري فيلا وعربية زي اليوتوبرز اللي بتتفرج عليهم والسؤال اللي فات ده ياخدنا للسؤال الأهم من وجهة نظري في الحلقة هو إيه الشيء المثير للاهتمام في الفيديوهات اللي من نوعية عزمة السلفاتي في شققتي أو حامات الدتني زومبا أو مش هتصدقوا لمدامة وحمت عليها ليه المشاكل العائلية دي بتحقق ملايين المشاهدات وطول الوقت مسيطرة على الترند بعضوكم يمكن يشوف ان دي تفاهم المتابعين ولكن ده مش صحيح المسألة أعمق من كده بكتير بص خلينا نبدأ الحلقة وانا أقولك الكلام عليها بالزبط أنا عشرف إبراهيم وده المخبر الاقتصادي بلس زمان وإحنا أطفال لما كانوا يسألونا نفسك تطلع إيه يا حبيبي لما تكبر كلنا تقريبا كنا بنقول إما زابط أو مهندس أو دكتور واللي خيالي واسع أو فينا كان بيقول عاوزة بقراءة فضاء لكن الزمن اتغير يا جماعة أطفال اليومين دول غير في يوليو 2019 شركة الأبحاث الأمريكية هارس إنسايتس أند أناليتيكس راح تسألت 3000 طفل من أمريكا وبريطانيا والصين عاوز تطلع إيه يا حبيبي لما تكبر ودولهم خمس اختيارات تتخيل إن تلت الأطفال في أمريكا وبريطانيا قالوا عايزين نبقى يوتيوبرز دي كانت أكتر وظيفة اختروها والمدهش بقى هو إن أقل وظيفة اختروها كانت رائد فضاء انت يمكن تستغرب وتقول إيه اللي جرى للدنيا لكن بصراحة العيال دي معاها حق يعني تخيل كده الطفل ده لما يسمع إن رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون كان بيفكر يقدم استقالته الشهر اللي فات علشان راكبه السنوي اللي لا يتجاوز 150 ألف سترليني وليل ومش مكفيل وفي نفس الوقت يلتفت الناحية التانية فيشوف طفلة بريطانية عندها خمس سنين بتكسب أكتر من مليون سترليني في السنة لمجرد ظهورها وهي بتلعب مع أخوها الأكبر منها بسنة في قناة على اليوتيوب اسمها جابي أند أليكس نفس الوضع حاصل عندنا في الوطن العرب وخصوصا في آخر ثلاث سنين كتير من الشباب الصغير بقت شغلهم جدا فكرة إنهم يبقوا أصحاب قنوات على اليوتيوب وبعضهم معتقد إنه لو عمل قناة ونجحت فهو كده حيقب على وشخ الدنيا ومش محتاج بقى يدور على وظيفة أو يكمل تعليمه طب الفكرة دي وصلت له ازاي؟ ببساطة كل يوم بيشوف يوتيوبر مشهور عامل فيديو من نوعية اتفرجوا على الفيلا الجديدة أو شوفوا آخر عربية جبتها أو خدت حماتي وسافرت جمصة وهكذا السؤال بقى دلوقتي هل اليوتيوب بيكسب الكم الهائل ده من الفلوس اللي خليك تشتري فيلا أو عربية؟ قبل ما أوضح لك اليوتيوب برس بيكسبوا كم؟ خلينا أقول لك هما بيكسبوا ازاي أصلا؟ بص يا سيدي من خلال اليوتيوب انت ممكن تكسب فلوس من خمس مصادر أول مصدر واللي الناس كلها تقريبا عارفاه هي الإعلانات اللي جوجل أدسنس بيحطها على الفيديو بتاعك علشان تظهر على الفيديو اليوتيوب بقى بيدفعلك مقابل تفاعل المشاهدين مع الإعلان سواء بمشاهدته أو الضغط عليه مش بيدفع على المشاهدات زي ما ناس كتير متخيلة طب بتاخد كام بقى مقابل الإعلانات دي؟ علم علمك اليوتيوب لو طرق في حساب القصة دي ما بيفصحش عنها أبدا انت ببساطة بتاخد اللي بيدهو لك لكن السعر ممكن يتروح من دولار لخمسة دولار لكل ألف تفاعل مع الإعلانات وعلشان كده النقدم الإعلانات ما بيعملش فلوس كتير خصوصا وإن 30% من حضراتكم تشغالين الأد بلوكر أو مانع الإعلانات تاني مصدر للربح عن طريق اليوتيوب هو من خلال حاجة اسمها باترون باترون ده عبارة عن منصة بتسمح لصناع المحتوى أنهم يتلقوا الدعم المالي من المتابعين عن طريقها يعني انت مثلا كمشاهد عجبك اليوتيوبر الفلان فتروح على حسابه على باترون لو هو عنده واحد يعني وتبدأ تدفع له مبلغ ثابت كل شهر أو كل فيديو كدعم منك ليه المبلغ ده ممكن يبدأ من دولار لحد ما انت عاوس في 2019 في أكتر من 3 مليون واحد على باترون دفع 500 مليون دولار لأصحاب القنوات تالت مصدر بقى هو أو التسويق بالعمولة تخيل أنا كأشرف دخلت عليكم الحلقة الجاية بخلاط وقلتلكم الخلاط ده ما حصلش وفيه خمس مميزات وهي انه بيدرب الطماطم والموز والفراولة والجزر والبرتقان تقدروا تشتروا من اللينك اللي في الديسكريبشن اللينك اللي في الديسكريبشن ده بيكون عبارة عن أفلية لينك بيدي الموقع لصاحب القناة كل واحد بيدخل على اللينك ده وبيشتري الخلاط اليوتيوبر بياخد عمولة متفق عليها نفس الأمر بينطبق على الاشتراكات لو أنا بقولكم اشتركوا في الموقع الفلاني فالموقع بعدين بيدينوا عمولة على كل نفر بيشترك عن طريقي رابع مصدر هو المرشندايز أو بيع المنتجات ببساطة انت ممكن تروج لمنتجات بتاعتك انت وليكن تشيرتات أو كفرز لهواتف أو حزازات وتباعها للمتابعين عن طريق موقع انت بتملكه نيجي بقى لآخر مصدر وأهم مصدر وده اللي ممكن يعملك فلوس كويسة فعلا بشرط ان يكون عندك قاعدة كبيرة من المشتركين أنا هنا بتكلم عن الرعاية التجارية أو سبونسر شب وده بيتم من خلال ان شركة أو براند معين يجي يقولك والله يا أستاذ يوتيوبر أنا عاوزك تقولي ان الحلقة دي برعاية الشركة الفلانية أو تعالي اعمل حلقة بالكامل عن المنتج الفلاني العائد من النوع ده من الإعلانات عادة بيكون أكبر من عوائد الإعلانات اللي بتاخدها من اليوتيوب يوتيوبرز كتير طلبات الرعاية دي بتشكل الجزء الأكبر من أرباحهم على اليوتيوب السؤال بقى بعد كل الفات ده هو اليوتيوب بيأكل عيش؟ يعني ممكن تعتمد عليه كمصدر دخل؟ خلينا أصدمك وأقولك انه في أكتر من 95% من الحلات؟ لا واحد هيقولي طب عرفت إزاي؟ في حين ان اليوتيوب نفسه نادرا ما بيفرج عن أي إحصاءات يعني على سبيل المثال المتحدثة باسم اليوتيوب قالت في فبراير 2008 ان عدد اليوتيوبرز اللي بيكسبوا أكتر من 100 ألف دولار في السنة زاد بنسبة 40% ممتاز جدا طب هم عددهم كم أصلاً يا ست الكل؟ ما قالتش طب ورينا ما يثبت لأ وبما أن اليوتيوب مش عاوز يتكلم فكان لازم ناس تدخل وتنخور وراه علشان تعرف إلي فيها في يناير 2018 ناشر ماتيس بارتل الأستاذ في جامعة أوفنبيرج الألمانية للعلوم التطبيقية دراسة تحت عنوان قنوات اليوتيوب التحملات والمشاهدات تحليل إحصائي للسنوات العشر الماضية في الدراسة دي ماتيس درس أداء 19 ألف قناة عليهم تقريباً 5 مليون و600 ألف مقطع تم تحملهم في الفترة ما بين 2006 و2016 واحد من أهم استنتاجات الدراسة دي واللي أغلب الصحف العالمية الكبيرة زي بلومبرج وواشنطن بوست غطت نتيجها هي إن 97% تقريباً من أصحاب القنوات على اليوتيوب بيكسبوا من الموقع فلوس أقل من الحد الأدنى للفقر في أمريكا يعني باختصار لو 97% دول من أصحاب القنوات اليوتيوب هو مصدر دخلهم الوحيد فالناس دي غالباً هيعيشوا تحت خط الفقر في أمريكا طب مين بقى اللي بياخد أكبر قدر من الأرباح والمشاهدات؟ 3% بس من القنوات والقنوات دي هي اللي بتحقق مش أقل من مليون وربعمية ألف مشاهدة في الشهر في 2006 كان أعلى 3% من القنوات بيسيطروا على 63% من المشاهدات على اليوتيوب وفي 2015 زادت سيطرة للـ 3% دول وبقوا بيحققوا 85% من المشاهدات وفي السنة اللي وراها واللي هي 2016 السيطرة زادت أكتر وبقى أعلى 3% من القنوات مسيطرين على 90% من كل المشاهدات اللي بتتم على الموقع طب أعلى 3% دول بيعملوا كام يعني في السنة؟ والله وفقا للدراسة اللي تحت يدنا فالناس دي بتحقق مبالغ بتبدأ من 16800 دولار في السنة من عوائد الإعلانات وقبل ما حد فيكو يحسبها في دماغه ويحول الدولار لعملته المحلية حابب أقول لكم إن في الشرق الأوسط عوائد الإعلانات ممكن تبقى أقل بكتير من العوائد في أوروبا وأمريكا بسبب اختلاف القدرة الشرقية بتاعة الشريحة المستهدفة بالإعلانات وخدي كمان ماتيس اكتشف كمان إن 85% من اليوتيوبرز الجداد اللي عمل القنوات على اليوتيوب لأول مرة في 2016 كانوا بيحققوا في الشهر 458 مشاهدة كحد عقص طيب هل ده معناه إن مفيش ناس بتكسب فلوس كتير من اليوتيوب يعني 100 ألف دولار مثلا فيه ما فوق؟ لا فيه طبعا ولكن نسبتهم قليلة جد والوصول للمستوى ده من الأرباح ممكن ولكن صعب جد بعضوكم يمكن يفهم إن بقول للناس ما تعملوش قنوات على اليوتيوب أو إن بتوع اليوتيوب غلابة وما بيكسبوش لأ مش هو ده القصد خالص بالعكس صناعة المحتوى على اليوتيوب واحدة من أفضل الحاجات اللي ممكن تعملها ولكن الفكرة هي إنك وإنت داخل المجال ده ضروري يكون عندك توقعات واقعية علشان ما تحبطش أو أتفكر إن اليوتيوب ممكن يبقى شغلانة أو كرير أيوة في ناس بتحقق الدخل الكافي من اليوتيوب اللي يخلوهم ما يشتغلوش حاجة تاني ولكن دون نسبتهم كام من أصحاب أكتر من 37 مليون قناة موجودة على اليوتيوب النهاردة وكلامي ده أكدته أليس مارويك الأستاذة المساعدة في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية واللي قالت في تصريح لمجالة فورتشن في فبراير 2018 إن وارد جدا يكون عندك قناة على اليوتيوب عليها نصف مليون مشترك وفي نفس الوقت تفضل شغال عامل في ستارباكس لأن دخلك من القناة دي أقل من إنه يعايشك حياة كريمة لو أنت شاب صغير وعايز تدخل عالم اليوتيوب ادخله من بكرة الصبح لو حاب ولكن في نفس الوقت هل لك حريص إن يكون عندك كرير أو مصار مهني يسندك لو الأمور ما مشيرش على اليوتيوب أنا على المستوى الشخصي اليوتيوب هو حاجة من الحاجات اللي بعملها في حياتي مش هو الحاجة الوحيدة وعمره ما هيكور لأنه ببساطة أنا فاهم إنه ورد جدا القناة تقفل لأي سبق فحيبقى ساعتها إزاي الحال بقى خد بالك من حاجة مفيش حد بيكتب في السيفي بتاعه إنه اشتغل يوتيوبر ومن هنا أخدكم لآخر نقطة في حلقة النهاردة جزء كتير منكم ربما سأل نفسه قبل كده للمحتوى اللي اليوتيوبرز بيعرضوا فيه أدق تفاصيل حياتهم الشخصية بشكل منتظم بيحقق الكم الهائل دم المشاهدات هل في حاجة مميزة في المحتوى ده؟ أنا وإنت ما نعرفهاش؟ أفضل ما نجاوب على السؤال ده من وجهة نظري هي الدراسة نشرها في مايو 2019 تلك باحثين من معهد علم النفس التابع لجامع ريني ديكارت باريس التلاتة المحترمين دول بيقولوا إن في حاجة المتابعين بيلقوها عند اليوتيوبرز اللي بيعرضوا التفاصيل المملة لحياتهم الشخصية على اليوتيوب والحاجة دي هي المشاعر الافتراضية اليوتيوبر لما بيعرض حياته الشخصية وتحديدا الجوانب الإيجابية منها بيساعد جزء من المتابعين على إنهم ينساحبوا من علاقاتهم الاجتماعية الحقيقية اللي عادة بتكون بين طرفين علشان يدخلوا علاقة افتراضية من طرف واحد معاه العلاقة الافتراضية دي ما فيهاش المخاطر بتاعت العلاقات الحقيقية يعني أنت في علاقاتك الحقيقية مع اللي حواليك معرض لمخاطر زي الشعور بالإهمال أو الخزلان وهكذا في العلاقة الافتراضية بقى مع اليوتيوبر المخاطر دي مش موجودة لا ده أنت على حد تعبير الباحثين التلاتة بتعيش معاهم في حالة من الهايبر رياليتي أو الواقعية الفائقة ووحدة وحدة علاقة المتابع مع اليوتيوبر دي بتقلب إدمان إدمان بيأثر سلباً على علاقاته الحقيقية مع الناس الحقيقية وبيخليه نغمس أكتر في حياة اليوتيوبر وطول الوقت عاوز يعرف عنها تفاصيل أكتر وأكتر علشان يعيش جواها على الناحية التانية بتلاقي الناس اللي عندها علاقات اجتماعية حقيقية مستقرة لما بشوفوا فيديو عنوانه مثلاً مش هتصدق المدامة وحمت على إيه بيسألوا نفسهم سؤال من ثلاث كلمات وانا مال أهلي المهم ما طولش عليكم أنا عندي سؤال لحضراتكم برأيكم ليه المحتوى الترفيه على اليوتيوب أكتر شعبية من المحتوى العلمي في الوطن العربي هتابع إجاباتكم في التعليقات ولكن قبل ما امشي هظن أنه ما يصحش بعد الكلام اللي قلته ده ما تشتركش في القناة واحد دلوقت مدأدأ حيفصلني وقولي يا عشرف أنا خايف أشترك في القناة وأبقى مدمن للمخبر الاقتصادي أقول له لا ما تخافش ده إدمان صحي أنا لبأولك نتعابل السابتك جاء على خير بإذن الله سلام اشتركوا في القناة